منطقة القطب الشمالي تمثل أولوية استراتيجية لدى روسيا ليس لإمكاناتها الهائلة التي لم تستكشف بالكامل بعد وإنما لكونها قد تمثل ساحة الصراع المقبلة ترى ما أبرز المؤشرات الاقتصادية على تحركات روسيا فيها بداية 2021 وقعت روسيا مرسوماً للمصادقة على إطلاق ستة مشاريع استثمارية كبرى ومدعومة من الدولة في مطاقة القطب الشمالي تذكر هذه الوثيقة أن روسيا تتوقع جذب استثمارات خارجية فوق قيمتها ملياران وسبعمائة مليون دولار لإتمام هذه المبادرات أبرز هذه الاستثمارات مشروع النفط العملاق الذي أطلقته شركة النفط الروسية روسنيفت في القطب الشمالي الذي يشكل جزءاً من خطة طاقة الاستراتيجية للبلاد باستثمارات إجمالية قدرها 111 مليار دولار مشروع القطب الشمالي سيسبح على الأرجح بإنتاج بئة بليون طن من النفط سنوياً وفق الشركة وحتى 2024 سيتم إرسال 30 مليون طن من النفط من القطب الشمالي على طول ما يسمى بطريق البحر الشمالي الذي يربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي أما عن حجم البضائع الروسية التي تمر عبر بحر القطب الشمالي فقد زادت عشرة ضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 32 مليون طن عام 2020 فيما يسعى بوتين أن يتضعف هذا الرقم ثلاث مرات بحلول 2024 ولتعزيز الشحن للقطب الشمالي تخطط روسيا لإطلاق كاسحة جليد نووية عام 2027 إذ ستكلف سلطات البلاد نحو مليار ونصف مليار دولار أمريكي اشتركوا في القناة